فما قرار يعني صار عليه ضجة حقيقة تقريبا في جان في حاجة كي من هكا أول العام قرار ديوانا بضرورة تأشير الرؤساء مكاتبها الجهوية على محاضر البيع والشراء من مصانع يعني قبل ما كنتوا الديوان يكون موجودة في وصل المصانع إذ تقريبا توليوا المصانع تخرج تمشي تأشر في المكاتب الجهوية للديوانا رفضتوا حتى معاصي ساحبي ما نتحكينا فيه رفضتوه للقرار هذا إلى حد الآن ونوصله وشنو رأيكم كنقابة في القرار والله بالنسبة لهذه أمور إدارية متاع ديوانا نحن مش ضدها أما على تعطيل على الوقت قد الوقت فالي تشريب الفلوس إنسان وقت اللي يجيب شاري سلعة من مصنع بشي هزها للمعمرة للحانوتو بشي يخدمها يجي سبيح يقص السلعة وقرر المعمل قدش في شاعتين سلعة بعد يهزها يهزها للوحدة بشي يحطوا فيها الكاشي لدارة الجهوي سيدة رئيس لدارة بشي يطبع فيه يقشر له بشي يقشر له يجاوز وتلحد ايش يرجع للمعمر نرجعه لنقطة السفر اللي هو الديوان ينتعى المعمر يرزمه يعاود يحسب السلعة ويشوفها كيم أبعادها كيم أعملها متابقة ولا ليه متابقة ولا ليه وبعد يخرج الكاميون يخرج ماذي ساعة التونس مشان نهار مشان نهار اي صحيح للكيف يبات يمشي في اللي والجابس والولاية بعيدة نحن قلنا ليه مدام نحن عالنا فامة ديواني في المعمر مشافة فيه احنا عمرنا تعودي جاء صارت هذي وقاعدين يخدموا بها بصنا نتصور انا من عرش انا ما فام ما صارش حتى محتر اه منذ الاجراء جديد منذ الاجراء جديد قاعد اي 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 قاعد الامور تمشي مريقلة وكل شي ما فام حتى شي هو في حقيقة تلمر او كان لقينا معنا نقص ديانا بكلمي كان لقينا محاذر ولا ينقول صحيحرة وازمنا نمشي فيه مثلا ما حتى محت هي الرقصة فيها ثلاثين ترناتا ولا عشرين ترناتا ولا عشر ترناتا ولا عشر ترناتا وقت التوفل عشر ترناتا يقولوا له برمسة ارجح الولايه واستنى اللاجنة هو الغاية عاوتوش تناقشتو فيه مرة اخرى لاني وقتها صارت تقريبا التهديد بالاضراب ومبعطيلي ما صارش عاوتوش تناقشتو فيه تعاودو تتناقشو فيه شنو فما معنتها جديد عطينا سيباشير بالنسبة لي نحن اللجنة تكونت من المصانع كي ما قلتلك من المصانع لجنة اللي هي من اللوتكاء فما مصانع فيها وفما من الغرفة متاع المصانع غرفة الجملة وفما غرفة تفسي هذي اللجنة ما نتهم شيت وقابلت من أعطينا من أعطاه المحذر الجلسة اللي تعمل عن تقل لجنة وبشرنا بها سيد وزير المالية وحكينا في المواذيع الكل بما فيها مثلا فما حاجات مشينا فيها وفما حاجات مشينا فيها خطوة القديم وفما حاجات ما وفقوش عليه مع كامل احترامات يعطينا الحاجات مشيتو فيها القديم اللي هو شوية تحسنت اما بيق بقي اللي هو القانون الفين ومثلاثة وعشرين اعطاهنا موافقة يقولوا تجار المصانع يمشيوا البذاعة هذيك فما فيها مادة للحرق متاع المعامل فما المعامل متاعي جور اي 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 اتعطي اما بقي شوية اعطاه خمسمائة تورناتا للثلاثة للسبوع عشرين معامل هذا اذا كان يرجعوا الاربعين معامل خمسمائة تورناتا شو يعملو هو ايه هو قاعد يتلف في اه في اه خمسمائة تورناتا كل معامل والرخصة تجي خمسمائة تورناتا للمعامل في ست شهر هنا دينا نعم في نفس الموضوع بشي تلزة هو بشي يمشي باقي السلعة بشي يدفع لها دينار في المصابات هذيك اي معناتها سلحني رجعنا ما زيطة تكفيش بالنسبة للي يفعلو شي ما عملو فيه شي بقاء هو بيد خلص خمسمائة هو الكيلو يتباع بخمسمائة للمسامع المتاع للنسيش وهو كي يجد يخلص عليه خمسمائة معنات هذه عبارة اعطاها كادو ويزيد يخلص الأداءات على الخمسمائة شو رايك هو رايك في توظيف الأداءات هذي في توظيف الأداءات هذي وفي الاشكاليات الموجودة شكو بشي تفحل هذي الكل هذي الكل بشي تفحل مستهلا وعليش على الخاطر بشي غليلو في السلعة نحنا كي تعلق هو دور اجتماعي سواء للباع وإلا للشارع في الدور الاجتماعي هذي ممكن تتعزو أنت بإجراءات تكون سهلة وتكون شفافة وتكون المواطن ينجم يلقى فريب أقل من تطوراها لسواء لسعار رايك ما عادش تاع فريب رايك لسعار نشوفوا فيها ما عادش تاع فريب غالية وغالية برشا خاطر يقول لك أنا كما تفضل الأخ عندي إجراءة معين وأنا دفعت وأنا واحد كل شي نغلي وهذا كل واحد من نجيز إذا كيف نبعدوا على الدور الاجتماعي متاعه مضرة للتواصل الكل وإذا كيف نجعلوا في الدور الاجتماعي متاعه نجعلوا إجراءات زادة كيف كيف بش تسهلها على التونسي بش ياخذ على الأقل فريب فريبرا رأوا ياخذ بالفريبرا موش ياخذ بالمجازان أنتي عديد عديد الامتيازات للفرانشيز أي ورغم اللي يجيبوا فيه سلاعة متدنية ورغم اللي جماعة الفريبرا جماعة الفريب يأخذوا في الكيلو قرابة 2000-3000 الأخرين يأخذوا قرابة 7-8000 كيف كيف أما الآخر شوف الأسعار متاعه والآخر يلزم على القطاع الملابس يلزم تتهيكل بكيفية كونه تحديدة على ثقافة وهذا مفصلي خطر مش معقول أنت تأخذ منتوج بسعر معين ويوصل أضعاف للمستهلك هذا مش معقول ويأخذوا فيها جميع الفرانشيز كيف تتراجع راه كيف تونس ويأخذنا عملية تسويقية لمنتوجات أجنبية في كل سوق ويأخذنا علي مارك ويأخذنا مارك ويأخذنا هذا هو ويأخذنا أعمالة التجارات منتوج تونس بل أنا كتونسي وكلما تتقالوا وعلى مسؤوليتي الناس نقول أنا سيدي تجيب لمنتوج تونسي ويأخويا نلبسوا جمعة جمعتين القطعة تتهرى وتمشي على روحة أهلي 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 على خاطر القماش اللي تاخذ فيه تاخذ فيه من عند شركة تجارة دولية يجيب هوا في القماش أنت ويجيب هوا في القماش ويحولك غال ويأخذها من شركة كبيرة أنت القطاع تتقنن وانت وتشجع القماش التونسي وكلما قبل نشريه من القماش التونسي وكانت مصانع المصانع على الناس يتنظر الساحة اللي تصل على عليك قايم في عوذن قدم يحتضر نحن نعرف في المصانع على التسكيل وخرنا لماذا وخرنا لمن المصانع المسادة تتخدم كيف يكونوا من المصانع جمعت الفرنيجيز لمن المعامل في السحن المعامل في تركيا ومعامل في الكل يخدموا والله هنا سوق سوق من البرا يدفع في الفريب وفي غير التونسي قاعد يدفع. انت قاعد هناك، تشوف على العام الشريط. تنقى روحك ثمانية في المائة شريطة مبرا وكلت ناس مبرا وكلت معامل مبرا والتوازعي يتفرجوا. المركز التونسيه ما هش قاعده تاخد الناس. وين هو الصبات التونسي؟ نحن خطر طيو انت في الـ التقليد اللي موجود شي كبير شي مهور المكونات تاع الصبات ما عدتش بالمواصفات اللي كنا نعرفوها وين هو الصبات التونسي؟ نحن عدم توريد عدم توريد اي منتوج لهو مثيلو في تونس طيو الفريد باجتماع خلينو فروا الاجتماع انتاهم اجتماعي انا قطع بخمسين الف